اهلا وسهلا بكم محلقة جديدة من النامتكم مصر الان النهاردة هنشارك مع الدكتور محمد حلمي تعديل المطلوب في بعض القوانين وخاصة قرمون العقوبات اهلا بك الدكتور اهلا بسعادتك واتشرفت بك يا محمد حلمي وانشاء الله نضيفه النساهم في تطوير بلدنا مصر الجميلة انشاء الله انشاء الله يا دكتور دكتور استكمالا للحلقة السابقة احنا كنا بنتكلم في قانون العقوبات وإيه الاجراءات اللي احنا محتاجينها عشان نقدر نساعد أو نساهم في انهاء اه الحكم ووصول الحق لاصحابه تمام هو هتكلم في السياسة الدولية والفقه الجنائي الدولي اه بيتجه ناحية ايه في حتة وحنكمل في حتة تانية وهي تنفيذ الاحكام تمام السياسة الدولية والفقه الجنائي الدولي بيتجه نحو التقليل من العقوبات السليبة للحرية والتوسع في العقوبات المالية يعني الحبس نقل منه على قدر الامكان لان طبقا للسياسة الفقه الجنائي الدولي والسياسة العقوبية الدولية ان توقيع عقوبة الحبس اولا بتكلف الدولة مبالغ طائلة في الانفاق في بناء المؤسسات العقوبية والحراسات اللي على المؤسسات العقوبية والتغذية والعلاج وكل اللي ما يلزم للمؤسسات العقوبية دي نمرة واحد نمرة اتنين ان الشخص عندما يدخل المؤسسة العقوبية ممكن يكون بيسموها جرائم او مجرم بالصدفة يعني ارتكب الجريمة نتيجة للصدفة التي وضعته فيه حدث عربية شيك ما كانش اتعصر فيه ما هواش مجرم فالشخص ده هي ظروفه اللي جعلته مجرم بالظبط الظروف حطته بالظبط كده اللي اسمه المجرم بالصدفة طب ده لما انت او الشباب او اللي ارتكب الجريمة هو في سنه صغير ويدخل مؤسسة العقوبية بيحتك وبيكون متواجد مع اشخاص واخرين عتاف الإقرار ملسين في الإجرام وبعتاه في الإجرام فبيتالي بيتشرب الفكر الإجرامي وممكن يخرج اكثر إجراما مما دخل تمام دي نمرة نمرة اتنين ان الشخص اللي ارتكب الجريمة ده هو عضو في أسرة وعضو في جماعة مزبوط ممكن يكون متزوج تمام واخد بالحضتك الزوجة بتاعته ابسط ابسط الحقوق اذا ما كانش في الانفاق ورعايته لأسرة وي 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 حقوق حق الزوجة على زوجها تمام طب لما انت بتحبس الزوج انت بتخل بحق بصورة غير مباشرة بتعتبر حقوق الزوجة بالزوجة كزوجة بقفة بالاضافة ان تكلفة العالية دي والي احتكاك ويه ويه انتجه السياسة العقبية الدولية نحو التوسع في العقوبة المالية كبر العقوبة المالية اللي احنا بنسميها الغرامة تماماً عال الغرامة بدل عال الغرامة ومتحبس التدرج القانوني وفي قانون العقوبات عقوبة الحبس هي اشد حتى لو 24 ساعة طبعاً اشد من عقوبة المالية حتى لو مليون جنيه يعني انت لو حكمت عليه بالغرامة بمليون جنيه في طبقاً للقانون عقوبة الحبس هي عقوبة اشد لا هو هي في الحياة العملية فعلاً بالذات يعني بني ادم تم حبسه وكان راجل داخل سجن موضوع كبير جداً يعني مش يعني فعلاً كلام حضرتك مزبوط وربنا ما يكتبع لحد عقوبة الحبس وسلب الحرية وتحديد حركة الشخص حتى لو كان داخل بيته بالزبط داخل بيته عقوبة شديدة ويمكن الشيء بالشيء يسكر والناس اللي بتسمعنا يحسوا بالموضوع ده اللي جالهم ربنا يحفظنا ويسلم الجميع مثلاً مرض الكورونا وقالوا له اعزل نفسك في قوضة لمدة عشر تيام او خمساشر رب اسألوا انت شعورك ايه وانت معزول فعلاً شعور قصوى وهو عازل نفسه بقيراته وبقيراته مبال اذا كان واحد معزول رغماً عنه وده مقيد الحرية حتى لو كان في بيته ففي الخارج بدأوا ينفذوا عقوبة الحبس دي داخل بيته داخل بيته داخل بيته ينفذ عقوبة الحبس بيحطوا في رجله او ايده سورة بشريحة متوصلة على القمر الصناعي او على شبكة المحمول اللي هي زي ما انت بتحط بتعرف مكانه اللوكيشن بتاعه بالزبط ليك الحدود دي فهو انت مطلوب منك ان انت تفضل في المكان ده اللي هو بيتك يعني مدة العقوبة شهر ست شهور طبعاً ده احنا بنتكلم على العقوبات البسيطة تمام فده بدأ يتجه برا لان هو ينفذ عقوبة تقييد الحرية نسميها نقول تقييد الحرية داخل بيته عن طريق الاسورة دي او الكزا دي اللي لو هو لو قصر القيد ده وخرج بيتم حمزه في السجن بالزبط كده ده نمرة واحد نمرة اتنين توسع في العقوبات المالية تمام وده حيدي مردود للبلد والعقوبة في حد ذاتها حتى لو كانت عقوبة مالية هي بتقلم المصر فعالية اكتر بالزبط اه بالزبط انا بتعاقب انا كدولة بتعاقب انا كدولة بتعاقب طبعاً احنا بنتكلم على العقوبات عشان نبرق برضو كلامنا محدد اللي هي مثلاً نقول من يوم 24 اه من يوم من 24 ساعة لحد 6 شهور في القانون عندنا ادى اللي ليه 3 شهور اللي محكوم عليه كان 3 شهور بالحبس 3 شهور زادت بقت 6 شهور الحق في طلب استبداله بعقوبة الحبس في تشغيله في أشغال عامة يطلع يشتغل مدة العقوبة في أشغال عامة بيعفل طبع للدولة طبع للدولة بس الحياة دي يعني تنفيذها العملي محدود جداً والله أنا من وجهة نظر دي تنفيذها العملي جميل جداً مفروض يعني أنا بدل يعني مثلاً واحد طبيب ارتكب جريمة بدل ما انت تحطه السجن تحطه السجن تدخله كانش كلا هم عافش ما يفقهش عاجة خالص هحطه حراسة فأي شغال عامة فأي حراسة بيخدوها حراسة على أي على حيستفد منه حيستفد منه بالظبط فده الاتجاه بس أنا بنتكلم كلا حضاك في إيه عقوبة للعقوبة بتاعة المجرم بالصف إنما بالظبط طبعاً ده متاخد فيه في المؤسسات العقبية بتاعة الأحداث اللي هي اللي ارتكبت جريمة وأقل من 18 سنة فبيتنفذ عليه العقوبة فيه مؤسسة العقبية من زي سجن هي بتبقى مكان تأهيلي أكتر مؤسسة تأهيلي آه عادة تأهيل وأصلاح مظهور فأنا بالنادي بالتوسع في العقوبات المالية والعقوبات وأن يتم تقييد الحرية وخاصة إن احنا عندنا تطور تقنية دلوقتي حتة شريحة بسغ تتحط في إسويرة شريحة موبايل بقى هو حبيبك عايز أقول لك على حاجة يعني احنا في مصر في عندنا ناس جاوية تقعد في البيت هي أصلا جاوية تقعد في البيت في البيت حيالك فالموضوع يعني برضو لو اتفرض عليه القاعدة في البيت لو اتفرض حيالك طبعا نتاج الاتجاه التاني نحنا ننشي برضو مصانع والأماء وإحنا عمنا بي عندنا مصانع للدولة وجاركاته ده ما نحطوهم بدل ما نحطوهم في الحبس ده لا ما نحطوهم في المصانع دي والأماكن دي ده كلام مظبوط والأماكن اللي هي كمان محضوفة في الوحاة والعقاريم أو في الامات المصاري أو مزارع حكومية أو في مثلا ده أفضل أو تشكع أو بشروع المليون ونصف عدان حتى لو أنتج حتى لو أنتج على قد المصاريين ولأ ويبقى له دخل يعني حتى لو حياخد أجر رمزي من هذا العمل ما تديوش كله الأجر ولكن أجر رمزي يساعد بيه في مصاري في أسرته اللي سابعة برضك يعني حضرتك عايز طب هو كده إيه العقوبة ما هو خلاص يعني هو اشتجل وخد أجر لا وانت بتدوله أولا مقيد حريته يعني إحنا بنتكلم وإحنا في الستوديو اللي بيدخل هذا الموضوع لا معناه السجن سجن حتى لو كان في بيته في جنينة حتى لو كان في أصري حتى لو كان في أصري يعني حتى لما يقوله السجن في في آي بي لا هو السجن سجن بس هو هيبقى منتج منتج ويفيد ويستفيد ويطلع معندوش العقد ومعندوش التعلم الإجرامي ومعندوش ويقدر يقابل أسرته ويوده أو كده فإحنا ده يعني مطلب جوهري وده الاتجاه الحديث نحو التطوير العقابي تمام التطوير المؤسسات العقابية أولا التوسع في المؤسسات في العقوبات المالية ثانيا هما بيسموها المؤسسات المفتوحة أو شبه المفتوحة ده بالنسبة للرجل اللي هو أول مجرم اللي هو قلنا مجرم للصدفة بالضبط إنما عتات الإجرام واللي ارتكب جريمة فيها عقوبة قاسية لا يخضع للتنفيذ العقابي العادي المعتاد لأن التنفيذ العقوبة أصلا في حد ذاته أي عقوبة لها هدفين هدف اسمه الردع العام والردع الخاص الردع العام إن لما واحد يخطئ ويرتكب جريمة ويعاقب بخوف الباقي اللي اسمه بيقول عليه الردع العام إن انت لو ارتكبت الجريمة هتعاقب زي فلان سواء العقوبة بالإعدام أو بالسجن المعبد أو تجرت في المخاضرات أو قتلت أو كده فده وإلا الدنيا طبعا من آمن العقاب أساءل أدب أساءل أدب بالضبط من آمن العقاب أساءل أدب والردع الخاص اللي هو يعاقب عن فعله الشخص نفسه تاني حاجة ولكم يعني في القصاص حياتي اللي يقول للألباب إنه يعاقب الشخص اللي اتكب الفعل ده بيطفق نار الحقد والغل والغضب من الشخص المجن عليه في حد ذاته حتى لو أنت ممكن ما بينتظرش تعويض مالي ولا يفرق معاه وخاصة جرائم الشرف والدم ما بيبصش للناحية التعويضة أو المقنة هائية لا نقص نحية شرفية بالضبط يعني أخذ حقه بالضبط وإحنا كمان أنت سالب من هذا الشخص إنه هو يأخذ بالطار بالضبط وده الطار مرفوض جريمة الطار مرفوض وإن الدولة هي التي تقوم بعقاب من يخطب وآخذ حق آخر وعقاب كل ذو حق حقه فده كله سياسة يعني عقبية ده اتجاه سائد وبشدة يعني دولي اتجاه دولي إذا نحضرتك وتطالب أولا بالنسبة للناس اللي هي المجرمين بالصدفة أو الناس اللي هم تحطوا في الجريمة في البرارة البسيطة آه إحنا نستغلهم والأول عقوبة المالية توسع في العقوبة وارفع 100 ألف جنيه يعني لو حالته المالية تسمح حتى لو مش حالته المالية طبعا يجب من إيلي بقى أنا بعملتش صالح لا العقوبة بها بردك احنا بيهمنا جزء الرادع واخد بالك ان العقوبة المالية زي ما احنا قلنا أقل أضعى في الترتيب أقل من حقوبة الحبس مصبوط فحيبيع بيته مثلا أهله حيلموله فحيفضل عارف ان هو أخطأ وتعاقب وان ده مبلغ واجعه وخبال حضرتك حيوم يعني لو عقدها عقوبة مالية آه مالية اخد عقوبة قص ما فيش مشكلة بعد خدا ان يتم تنفيذ العقوبات البسيطة في الأشغال العامة الانتاجية الانتاجية من خارج المؤسسات العقبية المغلقة اللي احنا بنقولها على ان ايه فيه مؤسسات عقبية مغلقة يعني ما يقدرش يطلع ويدخل منها وفيه مؤسسات عقبية مفتوح أو شبه مفتوح اللي هي دي موجود عندنا في مصر الحتة دي بس اللي هي ايه عندنا سجن المرج والحاجة دي اللي هو قبل ما بيطلع خلاص قد مدة العقوبة فبينقلوه فترة تأهلية في السجون الشبه المفتوحة والحرصات البسيطة بتاعتها دي عشان اعدادوا ليه الخروج للمجتمع للمجتمع لكن احنا عايزنا تواصل ان تبقى دي عقوبة يعني دي مؤسسة تنفيذية عقوبية موجودة مش مرحلة تأهلية أو مرحلة العقاقة تمام دكتور بالنسبة للناس اللي هموا عودتات الإجرام ناس دول متعاوية يعني هم يعني حضرتك خدتيني في حتة وبرضو في الاتجاه طالما احنا هخده في الاتجاه العالمي ده مرتبط بحتة عقوبة الاعدامي بين الإلغاء والإبقاء تمام اتجاه دولي إلغي عقوبة الاعدام وعند وجهة نظره وفلسفته وفيه اتجاه دولي لا نبكي على عقوبة الاعدام تمام الاتجاه معلش عقوبة الاعدام لها برضو يعني مشتقات دينية ما احنا هكمل احنا هنتكلم بصرف النظر ما هو اللي بيطالب بإلغاء عقوبة الاعدام بيستند لنص دي أن الحياة منحة من الله تمام ولا يستوبها إلا من أعطاها تمام فإنت كإنسان أو كبشر بتوقع عقوبة الاعدام فإنت بتتدخل على حق مش حقك وهو حق الله في الحياة والإيه والموت ده بخدها هو حتة الدينية من ناحية دي إن حق الحياة والحق الموت ده بياد الله بياد الله مزبوط واخد بل فلما أنت تيجي تتوقع عقوبة الاعدام بتسأل مش حاشا لله أن نصلب من الله شيئا يعني ولكن أنت بتتدخل في زي أنا ربكم الأعلى أحي وميت النمرود وحوار النمرود مع سيدنا إبراهيم مزبوط فالاتجاه ده بياخد إن الحق في الحياة ده حق مقدس ومنحى من الله لا يملك بشر مساوي لبشر أن يسطبها الناحية التانية بيقول لك أي مكان العقوبة ده فعل بشري المحاكمة وتوقيع الحكم عمل بشري عمل بزبط قابل للخطأ قابل للخطأ في إجراءات في توقيع العقوبة في توقيع العقوبة فإذا أنت وقعت بالحكم على شخص عقوبة إعدام ونفست عليه حكم الإعدام وبعد ذلك تكشف إليك أن هذا الشخص بريء وده حصل كتير جدا صعب عليك أنك ترجع في القرار ترجع في القرار خلاص أنت نفست حكم الإعدام ولا يتحمل الضمير البشري أن يذهب حياة إنسان بالخطأ ده وجهة النظر اللي هي بتاعة اللغاء عقوبة الإعدام وجهة ماحنا لسه في حين الاعتراف يعني المجرم هنا يعترف إنه هو قام بالقتل هو عمل جميل بس أنا عايز أقول له حضرتك حاجة صحب الاعتراف هو بيقول عليه في القانون سيد الأدلة سيد الأدلة تمام ولكن الاعتراف في حد ذاته المحكمة كده ما بتديش لما أنت تيجي واحد يعترف تاخد الاعتراف بتاعه كده على محمل الجد وتسقف له وتتوقع عليه العقوبة لا المحكمة بتقيم الاعتراف ده لأن الاعتراف ده قد يكون وليد إقراه ممكن ممكن جايز وكم وحصلت الجيل واخد بالك قد يكون الاعتراف إن هو بيعترف لظروف شخصية عنده عايز يحمي حد يحمي حد تاني عايز يحمي حد تاني عهوه ابني ابنه ارتكب الجريمة أو ابن بيحمي ابنه أو ابن بيحمي ابنه وكم الحياة العملية فالاعتراف في حد ذاته مش ما نقدرش برضو كنعول عليه وإلا اللي هو بيتم فيه الحياة العملية لما واحد بيعترف بياخده يمثل الجريمة يمثل الجريمة ليه عشان يقارن بين الأوراق وتقرير الطب الشرعي وي 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 الحاجات اللي هي الرولز بتاع القضية على الاعتراف لأنه على التمثيل بيقيمها هل هو حصل باللغة السورة لو هو ما ارتكبش الفعل حيخطأ وحيحصل في التناقض فيبقى هذا الاعتراف لا يعول عليه بل الاعتراف اصحيح هو سيد الأدلة ولكن ليس هو قول الأدلة ولا وفي حد ذاته ممكن المحكمة تطرحه لا تطمئن إليه إذا كان وليد إقراه أو 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 فاللينا عايز أرجع وأقول لحضرتك ما البديل إن عقوبة الإعدام إحنا تكلمنا على الإبقاء على الإلغاء نتكلم برضوك على وجهة النظر التانية في الإبقاء إن عقوبة الإعدام بتحقق أقصى إشباع لولي الدم تمام اللي هي برضوك اللي أنت في الأول قلت لها مأخذ ديني ولكم في القصص حياة نقول الألباب العين بالعين واركزها فهناك جرائم لا يتم طردية الشعور الاجتماعي عنها إلا بإذهب حياة من ارتكبها وأظن يعني أبسط حاجة شفنا الست اللي اقتصبت في مقابر الإسماعيلية أمام زوجها وخدبال حضرتك اللي بيقتل و بإمرارهم أو كذا ففي جرائم طفل اللي اقتصب طفلة بتاعت اللي قالوا على طفل اللي بصينا اللي هم عيموهم وضربهم بالنار لنزل عيال من موقربازو قتلهم بالرشاش خمسة وعشرين واحد دا هتأي أنهي عقوبة هتطبقها على غير الإعدام دا أولينا دا بالعكس ينفذ العقاب العقوبة دي في ميدان عام ولكن القانون بيمنع ذلك أما للأسف القانون ليه شروط في تنفيذ عقوبة الإعدام فعقوبة الإعدام في حد ذاتها ساعاتها تكون هي الجزاء المناسب لهذا الفعل بل بالعكس يمكن أن يكون أقل أقل دي نمرة نمرة اتنين الإحصائيات اللي تمت في الخارج مش هنقول في الداخل الولايات مثلا بعض الولايات الأمريكية اللي ألغت عقوبة الإعدام نظروا ووجدوا أن الجرائم قد زادت في هذه الولايات طبعا عن الإبقاء على عقوبة الإعدام طبعا واخد بالحضرتك فعقوبة الإعدام يقول لك كفاية النص علي كفاية ده بالأب كمان الحقيقة القانون أحد توقيع عقوبة الإعدام بدومانات يعني آه لما تيجي تسمع يقول لك حالة أوراق الشخص إلى فضيلة المفتي تماما يعني دي علامة أنه حياخد إعدام الحتة دي بقى آه يوحال أوراقه لفضيلة المفتي آه حالة للتصديق مجرد التصديق ولا هل بدأ للدراسة أن فضيلة المفتي هيدرس الحالة دي تستحق الإعدام أم لا آه تمام هو بيشوف هل الناحية الشرعية موافقة أن الجريمة اللي ارتكبها موافقة يعني مناسب لها توقيع عقوبة الإعدام هل بدأي من因为 إذن هي للدراسة هي للدراسة ورأي فضيلة المفتي استشاري غير ملزم للمحكمة يعني ممكن حتى لو فضيل حكم الأعدية ممكن يعترض يعترض يعطرد يعترض أو لا يرى توقيع عقوبة الإعدام ولكن هذا غير ملزم للمحكمة يعني المحكمة ممكن تأييد تعيد عقوبة الإعدام حتى لو كان SHA فضيلة المفتي طب بليه حال RE faz استشاري المفتي لكن ما نكمل ما نكمل لما عليك أصل الكلام بياخدنا في حتة تانية بيتفرع القانون هو دائما بأبسط تعريف ليه الشيء المجرم والشيء اللي غير مجرم إيه هل يتفق مع العدالة والمنطق ولا غير متفق مع العدالة والمنطق الحلال والحرم الصح والخطأ فالقانون قائم على ذلك بدون معرفة بالسنس كده يعني بالعدل يعني قاصد قائم المفروض بالعدل من أخطأ يعاقب من قتل يعاقب من سرق يعاقب من شات ما يعاقب من اختلس يعاقب ما حدش يقدر يختلف على كده فعندما توقع المحكمة عقوبة الإعدام لابد أن يكون الجريمة من الشناعة والفضاء التي تستأهل توقيع عقوبة الإعدام فمش هيجي في ضد المفتوي يقول لا لا تجيب توقيع عقوبة الإعدام لأنها مخالفة بالشراء لا يعني الجريمة نفسها ماش هيقدر فضيلة التي توقع عليها عقوبة الإعدام هيبقى تستأهل هذه العقوبة دي نمرة واحد نمرة 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 اللي بينظر في عقوبة الإعدام دي محكمة الجينيات مظبوط اللي هو مشكلة من ثلاث مستشارين قضاء تمام اللي هما بلغوا من العلم والدرجة السنية فوق الاربعين أو الخمسة واربعين سنة يعني ناس كبار مظبوط عندهم الخبرة وعندهم بالضبط مش لسه الشباب دي نمرة واحد نمرة اتنين عشان يحكم بحقوبة الإعدام لابد حاجة اسمها الإجماع التلاتة والإجماع دالت برضو كليه طريق يعني لازم بالإجماع التلاتة مستشارين التلاتة لأ والإجماع ازاي كمان ده بقى ليش روته الريس بيبقى قاعد في النص وعضو اليمين اللي هو يعتبر رقم اتنين وعضو اليسار رقم ثلاث ده الترتيب قاعدوا سمع المرافعة خدت يوم اتنين اسبوع شهر سمع المرافعات كلها والنيابة ترفعت والمتعامين ترفعوا والمدعب الحقوق المدينية وكله ترفع تمام هنحكز الأضاءة للحكم يجي الرئيس ده عضو اليمين رأيك ما ينقشوش رأيك على طول كده يقول رأيك يقول إعدام يجي للشمال يقول رأيك يقول إعدام وهو يكون بيت النية على رأيه على حكم على إعدام برضو تمام يبقى ده الحالة دي اسمها إجماع لكن ما يعودش مثلا واحد رأيه مؤبد وهو ينقشو فيه يجبرو لا كده إجباري الزام على المحكمة تنزل بالعقوبة الأقل يعني لو اتنين قالوا إعدام إن شاء الله الرئيس وعضو اليمين والشمال الصغير قال لهم لا ينزل بالعقوبة ينزل بالعقوبة لأنه ما فيش إجماع على الأرض لازم التلاتة من أول كلمة كل واحد وارد في يقينه وفي ذهنه وفي عقيدته عقوبة الإعدام تمام لازم إجماع الأراء لازم إجماع الأراء تمام فدي أول ضمانة تمام ومعليش يعني مش عارفة أقولها إزاي بس أقولها كون يكتمع سلازة مستشارين على رأيه واحد ده موضوع ولني ومش في الدم تمام يعني ما حدش يجرؤ ياخد قرار إعدام يعني إذا كان بالضبط آه بالضبط سابت ويكنه سابت ولا يتزلزل وعقيدته سابتة إنه هو يستحق الإعدام بالضبط فدي دي الحتة اللي اللي لا يمكن حد يتدخل فيها تمام وإحنا طبعا نعرفين لا سلطان على القاضي يعني لا طبعا يعني عشان قانون سلطان يعني أنت واحد معنده السلطان عليه غير ربنا وضميره فلازم عقيدته تتكون من أول واحدة بالإعدام تمام دي تاني ضمانة مظبور تالت ضمانة إن النيابة العامة ألزمها القانون موجوب عليها إن هي تطعن بالنقض في الحكم شوف النيابة مش المتهم المتهم طبيعي بيطعم تمام لكن كمان القانون حط ضمانة ألزم النيابة إن هي تطعن بالنقض في الحكم اللي صدر بالإعدام تمام دي ضمانة الثالثة دي ضمانة الثالثة اللي هي حتى عشان لو واحد يعني تقعص أو بيع القضية أو ممحوش محام أو 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 إيه إن هو يطعن في الحكم ويطعن بالنقض ألزم النيابة العامة إن هي النائب العام ان هو يطعن بالنقد تمام الضمان الرابع قال لا يتم تنفيذ حكم الاعدام الا بعد فصل محكمة النقد في الطعن بالنقد تمام بعد كده هندخل في حيات التنفيذ الاعدام على الحوامل لو كان في واحدة حامل تنتظر واحد مريض يعالج ويشفى يعني يا ورد يعني انا عالمه طيب لا يعني انا هعدمه ده انا بعالجه وبصرف عليه فلوس اه اه انا هعدمه الحق الانساني وزي الست الحامل انت في الطفل يجح في احشاها لازم دي ام معنش ويتم الرضاعة كمان في روح تانية ما عملتش اي زنب فدي تنتظر ماشي حق الولادة وكي يكون الرضاعة والرضاعة حتى يتم الرضاعة تمام ماشي انما بالنسبة لل لا لو واحد لي عملية مش مريض مرض مزمن لكن لي عملية كده يتعمل تمام تمام تحت امرار كده طيب تنفيذ الاحكام النقطة التانية دي الباب الاولى ان احنا قلنا التوسع طبعا قولوا العقوبات في حاجات لنا وجد نظر عليها بس ده مش مجالها يعني في الجرائم المالية او في الجرائم زي بقولوا الجنسية او جرائم الازاء البدني ممكن نتكلم فيها لكن احنا بنخصص بس كلامنا النهاردة على المؤسسات العقوبية تمام وتنفيذ الاحكام تمام اللي هي فيها مشكلة الحقيقة تنفيذ الاحكام عندنا في مصر شقية احنا هنتكلم فيه تلات احكام بيبقى وجبة النفاس او احكام كتير يعني اللي محكمة الاسرة ومحكمة مجلس دولة لكن احنا بنقوم محاكم الاحكام اللي صدر من مجلس دولة في قانون العقوبات بالضبط هنكسر كلامنا في الاحكام الجنائية والاحكام المدنية فقط نستخدمك يا دكتور بس معانا تلفون مكالمة مدام شايماء قاهرة سلام مدام شايماء السلام عليكم السلام ورحمة الله بركاته ايوه حضرتك بقول حضرتك حاجة فضالي فان انا ممكن بستكلم حضرتك بخصوص الشوع بتاعت العشوائيات صور العشوائيات الشوع انا دلوقتي هو رئيس السيسي صراحة سلمنا شاء وكل حاجة وتغورنا من عشوائيات كتير ونضفنا كل حاجة بس هي مشكلتنا في الاجار والمية الاجار جاي عندنا كتير وكل شوية بيزيد علينا نوس كان ربعمية بقى ربعمية واربعين والمية جاي على كل شهر سين جنيه واشنا مش عارفين نعملي صراحة فلو حضرتك اذا توصل لنا سطنة الرئيس بقى ترأس في خيرك شكرا مدام شايماء شكرا مدام شايماء حاضر تعطى دكتور محمد ليك تعليق عن المكالمة بحاجة لا يعني الاجار بقى بربعمية جنيه اوانا الحقيقة لو احنا قلنا الشوية دي محمولة شوية جديدة واماكن نظيفة زي الاصمرات والحاجات دي الحقيقة لما تيجي تقول شقة بربعمية جنيه يعني وخاصة كمان الاماكن متجهزة ومتشطبة ومحمولة على احدى يعني وملاعب وتهوية ووسع وفراغات وصيانة وكله واخدينها متشطبة واجار ربعمية جنيه يعني ما فيش ولما تزادت ربعمية واربعين يعني مبلغ لكن المية ده استهلاك صحيح هي يمكن زيادة شوية لكن احنا عندنا مشكلة خلينا نعترف ان مصر فيها مشكلة مائية وتقريبا العالم كله يعني مشكلة مائية عنده مشكلة مائية فالالفين جنيه يعني ده حاجة هي استهلاكها ايه فتحة مخسلة ولا ايه يعني ما تعرفش ولا فيه عداد والعداد ده للشقة وحديها ولا للبيت كله الالفين جنيه للعمارة كلها للعمارة كلها لان انا ظني الشقة ملهاش عداد فالالفين جنيه دول جاينا على العمار طب العمار فيها كم شقة مش ما ظنش هي أقل من 24 شقة فانت لو جيت 36 شقة يعني يعني نظم 6 شقة في الدور طيب قد 36 على الفين جنيه يعني كل شقة مش هيطل علىها 70-80 جنيه مائية فش وقد يكون مناسبة اه فانا انا يعني المعلومة مش كاملة فاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا الحقيقة الأحكام الجنائية فيها نوعية أحكام الجنح وأحكام الجنائية الأحكام الصادرة أحكام محكمة الجنائية دي عقوبتها السجن ومحكمة الجنح عقوبتها الحبس الحقالية الشيكات وإصالة الأمانة والضرب دي الجنح الحقيقة فيه فجوة كبيرة فيه الحالية موجودة فيه مشكلة تنفيذ الأحكام وبالذات في الجنح بين الأحكام الصدرة من المحاكم وبالذات الأحكام الغيابية والخضرية الأحكام والأحكام المنفذة فجوة كبيرة أن في حقوق ضدية من عدم تنفيذ الأحكام القائم بتنفيذ الأحكام الجنائية عندنا هي المباحث كل اسم المباحث بتاعته هي اللي بتتولى تنفيذ الأحكام عن طريق بيجيبوا مندوب تنفيذ أو كده بينفذ الأحكام إحنا طبعا عندنا في مصر كمية قضايا وبالذات في قضايا الجنح الرول بيوصل 500 و600 قضية و700 قضية وبيوصل ألف ساعات في اليوم الرول الواحد في اليوم الرول لمحكمة مثلا البدرشين الجزئية يعني الألف فأنت عندك حكم بالزبط كده فأنت عندك في اليوم متوسط مش أقل من 500 حكم بيصدوه في اليوم طب ونفترض أن هم متين ولا حتى متين نفترض أن هم متين في كل مثلا في الأسبوع في يومين أو ثلاثة جنح يعني أنت عندك في الأسبوع في مثلا في دايرة البدرشين 600 مثلا 700 حكم في الأسبوع طيب هل حيتنفس كام ما أعتقدش عن تاستين ولا خمسين ولا عشرين طبعا واخد بالك لأن أنا عشان مثلا فيه مبعث تنفيذ الأحكام في الإسم فيها خمس ست رجال في تنفيذ الأحكام هو ما أنا لسا هنتكلم في الحلقة دي أنه هو عنده غير شغله التاني متاع المباحث لا هو يجبن أنه هو يعني لا 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 معناه ده اللي احنا هنكمل فيه لا لا مش قاعد لكده هو مطالب بشغله تاني ما اشتغل الإسم كله عليه واخد بالك التأمين الحراسات المناسبات الأعياد واخد بالحضرتك مزبوط 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 فتيجي تقولك أنا ما أعطش أنا لما أعطش في الإسم يوم حسيبني عليه مزبوط واخد بأهو عنده شغله فبالتالي فيه فجوة كبيرة وكمان عدم تفرق رجال الشرطة لعدم وجود المتفرغين لتنفيذ الأحكام حصل فيه فجوة إيه اللي بيتم بيتم الأحكام التسك أطب المجد فبالتالي بيضيح حقوق كتير أنا بقى من رأي أولا داخل فيها برضو كذا مشكلة مشكلة إن الأحكام أغلبها بيصدر غيابي بيصدر غيابي لعدم وجود إعلان قانون سليم واخد بالحضة واخد بالحضة فلازم نحل مشكلة الإعلان يعني فيه ناس كتير لو تعرف إن عليه حكم مش هيسيبه غيابي حيروحوا يخلصوه وخاصة مثلا حاجات ما يعرفش بيها أو حاجات ما خلط فيها أو بالضبط بالضبط هو الرجل يفاجأ إن عليه حكم غيابي ليه لإنه ما اتعلنش به فلابده أنه يتم تعديل طريقة الإعلان إحنا دلوقتي كل واحد في الشارع معه تليفون محمد لابده أن نعتمد مثلا إنه يكون الإعلان عن طريق رسالة على التليفون الشخص آه مضبوط وخد بال حضرتك ده مرتبط بحاجة إن أنت ودي بدأت تطبق بالفعل إن كل شخص محدش ياخد شريحة شريحة التليفون إلا بتقطه برقم القوم التاع برقم التاع يبقى الرقم ده بتاع محمد بناج أو محمد حين يبقى لما تبعث له رسالة ده تتيقن إنه هتوصل لمحمد حين دي نمر واحد فده هتسهل كتير لو أنت أنا عمله إعلان وده اللي بدأوا يفعلوها مثلا في مخالفات المرور أو كده وبيبعث له اختار بالمخالفة المرور على برسالة على التليفون المحمول أو في بعض الإجراءات بالضبط وبعد كده الجهاز والأجهزة الجديدة لما بتعمل فيها أي إجراءات دلوقتي بتبعث لك رسالة موضوع كويس يعني إحنا بنقولك ده موجود موجود يتم تطبيقه إنعميمه على الإعلان في القضايا بالإضافة لجانب مثلا الإعلان عن طريق البريد الأوكروني بالذات كمان في الشركات والحاجات دي البريد الأوكروني أو في موطن الشخص أو في مكان عمله الإعلان قاصر على موطن الشخص وعارفين كتير الشخص بتبقى موطنه في البطاعة غير موطنه في الحقيقة وبتم موطنه في البطاعة أو رقق محل إقامته في البطاعة ده نفج على جوزي تمام نفعت أولاد ولا نفعت زوجيه لحضرتك نعم نفع عليك ولا للولاد لا ليه أنا تمام فدلوقتي أنا علشان أناسكز هو بيبعتوله إعلانها بيخلش مستلم تمام نفع زوجيه نفع زوجيه نفذها من بنك ناصر كما هي أجلو الموظف في النحكة مجال المحامية ما ينفعش أنفذ والسلم نفجه قلل لما هو يمضي هو أول فهم ما مضوش فالموظف قلل لما ينفعش في السلم نازم حد يمضي أن السلم من الإعلانات البطرفية أيوة تمام بس يتعلن مع معمور الاسم عادي أو شيخ الإداري يمشي معايا حضرتك مع الشيخ الإداري أو معمور المركز أو العمدة أو شيخ البلد يتعلن إداري مش لازم هو يستلم بشخصه ويجوز لك أن تتنفذي عن طريق بنك ناصر الاجتماعي في حدود خمسمائة جنيه كل شهر آه يعني أنا عادي أنت ينفذ هو يمضي استلم آه بالزبط كده طيب شكرا تحت عمرك تحت عمرك آه دكتور آه نكايم المعبوعة هي دي نفس المشكلة اللي هي الإعلان وعدم الإعلان واشتراط اللي احنا لسه نفس الموضوع بالزبط نفس اللي احنا فلابده أن إيه نتجاوز آه القانون بقولك الإعلان اللي موطنه وفيه ساعات حاجات الإعلان لشخصه لو الأحكام الإعلان بالأحكام اللي هي بتتكلم فيها أنا أعلن أي حد يخصه الإعلان شكال عليه آه لشخصه أو لتابعه لشخصه أو لتابعه اللي هي زي اللي هي بتتكلم والده بالزبط آه 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 بالزبط لشخصه أو لتابعه تمام أو رفض الاستلاع فدي صعوبة ويه الكل بيبقى عارف الموضوع ده فبيتهرب من هذا الموضوع فأنا رأيي إن احنا نتحلل فيه نوسع كيفية الإعلان وأن يتم عن طريق آه دكتور جنة سؤالي وقتي من أحد المتابعين على الصفحة بتاعة البرنامج يقول إيه الإجراء القانوني اللي أنا أعمله في حين أنا وجدت إن علي حكم آه غيابي وأنا معرفش به قلت وعرفت إن أنا علي حكم غيابي إيه الإجراء القانوني اللي أنا أعمله عشان آه يتلاش مثلا آه نوع يوقف يدي الشرطة والحبس تمام لو في الاجتنا ويوقفوه وده اللي نفس متعلق بهذا الموضوع إن الرجل بيبقى راكب عربيته ويجي في لجنة يقوله يكشفه على البطاعة بتاعته يقوله عليك حكم تمام هو يعمل إيه الوقت عشان ما يحطش نفسه في المسائل القانوني آه تمام أولا لو واحد مثلا كسير الأصفار وعايز عنده علاقات يعني عنده مشاغل أو خاف يكون فيه أحكام بيعمل حاجة اسمها كشف فيه الكمبيوتر لو هو عايز يتعكد عليه أحكام هو عارف ويروح على المحكمة اللي صدر منها هذا الحكم يروح على حاجة اسمها ألم التنفيذ الحكم الغيابي إذا كان أول درجة بيتعامل فيه معارضة إذا كان حكم بعد المعارضة بيتعامل فيه استقناف إذا كان بعد عامل استقناف وما حضرش وبقى غيابي بيعمل حاجة اسمها معارضة استقنافه تماما رئيس تماما رئيس أستاذ محمود من حلوان أهل ونسان تفضل أستاذ محمود من حلوان أهل واضح إن إتصال يتفاعد مع أستاذ محمود نلجع إن شاء الله دكتور نطلع فاصل صغير كلا بعد ذلك ونكمل مع الناس إن شاء الله تقطع التردد بتاع القناة تم تغير أن النسبة المشاهدة نطلع فاصل ترجمة نطلع ترجمة نطلع تاني حاجة وده أنا في رأيي ده اتجاه الدولة المفروض تاخد به وهي واخد ناحية إن تخفيف العب عن رجال الشرطة وتفريغ رجال الشرطة للعمل الشرطي وذلك عن طريق إن إحنا يعين أشخاص طابعين للمحكمة وبباشرة يبقى اسمهم وده موجود في تنفيذ الأحكام المدنية اسمهم معاونين التنفيذ دكتور معيشة استسمحك ومكريم اللوصر أهلا وسهلا أهلا وسهلا أهلا وسهلا يا أستاذ أهلا وسهلا تفضلي أهلا وسهلا ممكن ناتا لك سؤال تفضلي يا فان أهلا أخويا معقد مؤبد أيها وعايزة أعرف يعني المؤبد ده ليه عفو ولا لا ساد المستشار معاك تفضلي قانون المؤبد هو حد مؤبد العقوبة ولكن في حاجة اسمها الافراج الشرطي وحسن السير والسلوك في العقوبة اللي هي بتوصل لغاية 25 سنة 25 سنة فهو بيتوفر الشروط ده فليه إفراج بإذن الله إن شاء الله تمام نلجع تاني لتنفيذ الأحكام بالنسبة يتم لتنفيذ الأحكام الجنائية أنا من رأيي يتم تعيين أو يكون هناك أشخاص معاوني للتنفيذ للمحكمة يتبع محكمة الجنح مباشرة يقوم بتنفيذ الأحكام الجنائية والأحكام الجنائية 95% منها مش محتاج قوة ومحتاج بوليس عشان يروح ينفذ الحكم وأنا في رأيي أن يتم التنبيه إنذار الأول الصدر ضد الحكم لأن اللي بيتم عمليان وهو لو راح ونزل وقبض بيقبض على الشخص وييجي ياخده يبات في الاسم اللي تاني يوم يروح يعمل معارضة ويبقى حظه سيء لو اتعبض عليه يوم الخميس فبياخد الجمعة ويخرج يوم السبت ما عليش يا دكتور ناخد بس نتصال تليفوني حسن بني سوف أهلاً سهلاً تفضل أيها السلام عليكم السلام عليكم والله أعوذي أسأل سيادة المستشار تفضل بالنسبة لوصولات الأمانة لو أنا مادر أنا مادر واحد واصل أمان على أبيض هو عنده يعني أنا عليا في الأساس 20 ألف جنيه مثلاً تمام وهو حط فيه بعد كده والجلم اتغير حط فيه 200 ألف يعني أثناء وأنا بوقع الوصف ما ملاقش الوصف سايبه على بياض ولا كاتب 20 ألف لا سايبه على بياض تفضل هو حط حط المبلغ في المعاد بس أنا مرتزمته بالسداد تمام هو حط فيه المبلغ هل أطعم فيه مثلاً يعجوز لي أن أطعم طيب سايبه حررد على حضرتك شجراً حزنين آآ دي شقين آآ الأول ملء الإصال تمام القانون أجاز ليه أن الشخص اللي ماضي على الإصال يفوض الدائن إن هو يملى بيانات الإصال يملى بنفسه يملى بنفسه تمام اسمه طفيد تمام بس هذا الطفيد مشروط بأن يتم ملء الإصال بالمبلغ اللي تم اتفاق عليه فهو زي ما بيقول لك أنا مديون مسعب عشرين ألف جنيه ويعتبر سبع العرباء فوضن هو يكتب مبلغ الإصال على ما يحين موعد السداد عشان ما يترقش الإصال وين بوته زي ما أنا بقول لحظتك ما أنا جاي لك عطفا فلو هو الاتفاق على عشرين ألف جنيه وهو ملاه بمئتين ألف جنيه ده اسمه خال اقتمان تمام الشخص اللي بان ملأ دائن نفسه أخي خال اقتمان مظبوط الاتمان بتاع انه انت كنت المفروض تفوض في كتابة الإصالة بعشرين ألف جنيه كتبت بمئتين ألف جنيه انت خونت لاتمان ده نمرة واحد تمام نمرة اتنين في الإصالة أمانة زي ما احنا قلنا الإصالة أمانة لابده أن يكون هناك أمانة بالفعل سلم إليه المبلغ على سبيل طب بطلنا نأخذ التليفون ده ونكمل بعد كده أتفاضر طب أمل من بني سويف أهلا نسالا أمل من سواج أهلا نسالا أنا معي اتجار عايز عمل عليه حكم محكمي وهيكفل علي البعض إيه إيه تاني معلش أنا عايزة نسأل أيوة أنا معاك اتفضل أنا دجتي اتجار قافل علي دجتي عمل واخد حكم محكمي تمام حكم محكمة بإيه واخد حكم محكمة بإيه واخد حكم محكمة إنه هو يكفل يكفل الباب الكعني الباب آه باب البيت آه باب البيت دجتي آه باب البيت دجتي بعد 15 يوم هيجيب الأمن المركزي يكفل علينا الباب آه دجتي إيه إيه الحل إسدي أنا معاي طفليا وجوزي يعني كبير سن ويعني وضعها لشوي ما معاناش يعني انت فتح الباب باب البيت على شارع ولا على الارض بتاع توت على شارع الشارع ده كم متر واخد حيز عمراني واخد الشارع كم متر ثلاثة ميتر الشارع ده بتاعك ولا بتاعه لا هو هو بتاعه هو بتاعه هو ملكه هو بس هو دخل حيز عمراني تمام واحنا مركبين تهربة طب الحكم ده نهائي ولا لسه اول درجة اه الحكم ده اول احنا ما معاناش منفذ بيتنا لو تجفل البابا يتجفل عليه انو الاطفال شعولي تمام حاضر حاضر طيب انتظري معنا واسمعي جينا سات المستشار القانون في حق المطال وفي حق المرور او هي عندها فين وعين حق المطال وحق المنور وحق المدخل تماما مع احترام ملكيته اخرين فانت لو انت مطال في الشباك ويمكن محدش تعرف ان انا جنبي ملك جاري تماما وحفتح فيه شباك الشباك بيتساب له مطال متر المنور المنور اللي اسمه منور اللي هو لا يمكن النظر منه يعني الطاقة اللي مفتوحها فوق فوق للنور اسمها المنور دي ما يتسابش لها حاجة افتح المنور بس لا يمكن اتطل من نحن بدون ما تسيب حاجة احنا بنتكلم دلوقتي ان هما ملكين ملاصقين لبعض فاذا كنت هتفتح الشباك لازم تكون سايب اسمه المطال اللي هو يمكن اتطل منه يعني النظر منه تكون سايبه له مطر طيب اذا كان هي بالنسبة كامل اللي حتتها الباب لان الموضوع هي دي بتتكلم في باب هي فتحت هو واضح ان الجار ارضه ارضه ما اتملتش جانبيها تماما فهي فتحت وبنت وفتحت تماما هو ده ملك الغيجر هي فتحت باب في ملك الغيجر طبعا السابق وصيار معلش عشانوات برنامج ان شاء الله بامر الله هنرد على امل وهنرد على محمود على محمد من اسوان برضو وان شاء الله في اسئلة وردت على الصفحة كتير موجودة ان شاء الله هنرد عليها الحلقة الجاية بنشكر حضرتك جدا احنا الوقت الجلي احنا الوقت الجلي وإلى اللقاء حلقة جديدة ومصر الان